تمتاز منطقة الطيب بتنوع كبير من النباتات البرية ولكن من أهم النباتات اللي تكاد تكون غريبة في هذه المنطقة هي مجموعة من النباتات الطفيلية اللي هي هاي النباتات هاي النباتات هي مجموعة من النباتات اللي طفيلية اللي تستغل سفح جبال زاقروس وتموا في هذه المنطقة وفي هذا الوقت من السنة تحديدا هذه النباتات اسمها بنباتة طرطوث الأصفر اللي اسمه العلمي بسستانشي تيوبر لوزة يمتاز بالجثد ماتل اللي يكون مخروط الشكل والأزهار اللي تكون لونها بالشكل الأصفر تطفت لوحة متميزة من التنوع النباتي المهم في منطقة الطيب هذه النباتات تمتاز بسلوكها الطفيلي يعني تعيش على المغذيات وعلى المصادر الطبيعي النباتات المجاورة الأخرى وجودها مهم للمنطقة كدليل تنوع بايولوجي مهم اشتركوا في القناة